بسم الله الرحمن الرحيم كنت في يوم أتكلم مع أحد الناس فقال لي عبارة نريد أن نعلم أنها حرام أم حلال تجوز أو لا تجوز هذه العبارة هي قال لي أنه يعبد الله شكرا يعني يقصد أنه يعبد ربه شكرا لا خوفا فالهذا الكلام يجوز الإجابة هذا الكلام حرام ولا يجوز أولا هو يقصد أنه لا يخاف من أحد حتى الله نستغفر الله لذلك تكلم معي على أنه كان يتكلم مع أحد يحكي لي قصة أنه كان يتكلم مع أحد من الناس فقال له أنه لا يخاف من أحد حتى أنه يعبد ربه شكرا يعني ليس خوفا وهذا الكلام لا يجوز وهذا الكلام تكبر على الله سبحانه وتعالى والتكبر يمنع الإنسان من دخول الجنة والتكبر يدخل الإنسان النار وقال الله سبحانه وتعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما عذبته فهي سبب في أن يعذب الإنسان فعلى الإنسان أن لا يتكبر لهذه أولا هذا الإنسان لو كان يعلم معنى كلامه فإنه يمكن أن يخرج من دائرة الإسلام بذلك ونعوذ بالله من ذلك وإني أحسن به الظن أنه لا يعلم ذلك لأن هذا الذي قاله سبب في أنه دخل في دائرة سبب الله سبحانه وتعالى ونستغفر الله من ذلك وهذا يقلل من قدر الله سبحانه وتعالى عبارته يعني عبارته تقلل من قدر الله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى ومن قدر الله حقا قدره لأن الخوف من الله واجب على الجميع الخوف هو الله ليس أمرا منذوبا يمكن أن يخاف أو لا يخاف الأمر من الله نجاه أصلا للإنسان في الدنيا وفي الآخرة من ضمن أسباب الخير الذي يسببها الخوف من الله هو أن الإنسان يبعد عن الظنوب والمعاصي التي تدمر حياته وتدمر آخرته الخوف من الله واجب على المسلمين وواجب على غير المسلمين فيخاف من الله فيدخل الإسلام فيكون النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وغير المسلمين لو دخل الإسلام بدل الله السيئات إلى حسنات له في الإسلام حسنات سيئاته قبل الإسلام بدلها له حسنات بعد الإسلام فهذه نجاح في الدنيا والآخرة طيب ما هي أدلة وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى طيب أن تقول لي أتل دليل كده من القرآن يبين الخوف من الله ده واجب علي طيب الدليل قال الله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين طيب قال الله سبحانه وتعالى فأياي فارهابون يعني خافوني الله يقول عن نفسه فخافوني وارهابوني قال الله سبحانه وتعالى وادعوه خوفا وطمع يعني دعوني خوفا وطمع قال الله سبحانه وتعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قال الله سبحانه وتعالى ذلك يخوف الله به عبادة يا عبادي فاتقون قال الله سبحانه وتعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والأمن عكس الخوف فلابد على الإنسان أن يخاف من مكر الله به إن تعد حدوده يمكر الله به إن مكر يمكر الله به يعني واجب عليك الخوف من مكر الله سبحانه وتعالى بك إن مكرت وتعديت حدودك مع الله الله ليس من صفاته المكر ولكنه يمكر على الماكرين ويكيد على الكائدين إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا قال الله إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فإن عندما بدأوا بالكيد تستخدم معهم هذه أو هذا العقوبة وهذه المكرية ولا يكون الخسران إلا بترك واجب أو فعل محرم فإنهم أصبحوا من الخاسرين لأنهم زال من قلوبهم الخوف من الله وعندما زال من قلوبهم الخوف من الله أصبحوا في أمان من مكر الله وهذا لا يكون من مؤمن أبدا لأنه يعرض نفسه للهلاك في الدنيا والآخرة ومن معانيها إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته الظالم الذي لا يخاف من الله ويستمر على ظلمه يمهله الله حتى يرجع رأفة ورحمة منه سبحانه وتعالى فإن استمر فإنه إن أمسكه الله أو يعني إن أمسكه الله إن عذبه الله وإن أخذه الله لم يفلته لن يخرج من العذاب لأنه أمهل حتى يرجع فلم يرجع وهذه أدلة صريحة في وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى وهناك أدلة تبين الأجر العظيم لمن خاف من الله الأدلة التي قلناها تبين وجوب الخوف من الله سبحانه وتعالى فالخوف من الله واجب على الجميع وهناك أدلة تبين الثواب والأجر العظيم لمن يخاف من الله وهي الرفع الهمة في أن تخاف من الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ولمن خاف من قام ربه جنتان فالخاف من الله ساب في دخول الجنة قال الله سبحانه وتعالى ذلك لمن خاف من قامي وخاف وعيد فهذا الإنسان الذي تكلم عن قف أو قال إني أخاف من الله شكرا يعني أو قال لي في أول قصة قال إني أعبد ربي شكرا وليس خوفا يعني يقصد ليس خوفا فليعرض نفسه على هذه الآية قال الله ذلك لمن خاف من قامي فعلى الإنسان يخاف من قام الله سبحانه وتعالى فأذا الإنسان الذي تكلمت معه كان لم يخاف من قام الله ولم يقدر الله حقا قدره قال الله سبحانه وتعالى ذلك لمن خاف من قامي وخاف وعيد قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لماذا قلت تنقف عليها بالتسكين إنما يخشى الله من عباده العلماء قلت إنما يخشى الله من عباده العلماء أبين لك العلماء هنا تكره حتى بالرومة والإشمام العلماء يعني الفاعل من اللي بيخشى العلماء يخافون من الله إنما يخشى الله لفظ الجلالة مفعول به منصوب بالفتحة فالذين يخافونهم العلماء إنما يخشى الله مين من عباده من دول العلماء العلماء من عباد الله وكن يعني اكني تخصيص دول الخشية هنا الخوف مع العلم عندهم خوف من الله مع علم تسمت خشية منفعش حد يقول انما يخشى الله هو من عباده العلماء لا يجوز زحرام ولحن جلي ولا يجوز اصلا ولو تعمدها الانسان فالامر صعب فنقول انما يخشى الله من عباده العلماء مين بيخاف من الله انما يخشى الله من دول من عباده اي ومن العلماء تمام تمام طيب الخوف من الله ومن عقاب الله ومن عذاب الله لابد ان يكون معك في كل زمان وفي كل مكان الخوف من الله سبب في ثبات مسلم على اسلامه حتى مماته فيكون الفوز في الدنيا والآخرة الخوف من الله سبب في إدخال غير مسلم الإسلام فيفوز بالدنيا والآخرة بعد إسلامه الخوف من الله نجاة الخوف من الله واجب عليك واجب وليس أمرا مندوبا هذا أمر واجب عليك إذا عاش الإنسان في أمان من خوف الله ومن مكر الله هلك في الدنيا وفي الآخرة عباد الله خاف الله كي ترجعوا إلى الله خاف الله كي تتوبوا إلى الله خاف الله كي تبعدوا عن الذنوب والمعاصي والآثام التي أهلكت دنياكم وإن استمريتم عليها فستهلك الآخرة ونعوذ بالله من ذلك خاف الله كي تفتحوا صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة